أخبار نادي الزمالك وقال لكم النهاردة يعني خلاص فيه صفقات بتخلص لنادي الزمالك قدر يعمل أكتر من صفقة وحناخد أخبار نادي الزمالك وبعدين نستقبل بيتسو موسيماني إن شاء الله الموديل الفني لسانداونز وبعد كده بعد ما نخلص مع بيتسو موسيماني هنكمل أخبارنا وهو طبعا هنستضيفه بدري شوية عشان هم عندهم طيارة وهيسافره فالراجل يعني مستعجل شوية فهناخده في أول الحلقة مش في الجزء الثاني وبعد كده هنكمل حلقتنا إن شاء الله بشكل طبيعي ويبقى عندنا فقرة عالمية كمان في نهاية البرنامج الزمالك اتفق مع نادي أمبي على ضم أسامة إبراهيم ومحمد ناصف الباك رايت والباك ليفت بتوع نادي أمبي واللي أنا عارفه من داخل نادي أمبي إن الكابتن علاء عبد العائل عايز أسامة إبراهيم فالزمالك اتكلم مع إدارة نادي أمبي واتكلموا في 8 مليون جنيه يعني فيه كلام مكتوب على المواقع إن هم 7 مليون لا إزامة إدارة نادي أمبي على 8 مليون جنيه بالنسبة لأسامة إبراهيم الظاهير الأيمن وبالنسبة لمحمد ناصف الظاهير الأيصر والأمور ماشية ولكن لسه الموضوع مخلص بشكل نهائي لسه الموضوع مخلص بشكل نهائي بالنسبة لمحمد ناصف وإسامة إبراهيم ولكن فيه يعني مفاوضات ناجح والأمور ماشية بشكل كويس وزي ما قلتلكم الزمالك اتفق مع أمبي على 8 مليون جنيه لانتقال محمد ناصف الزهير الأيصر اللي أعلن رغبته أنه عايز ينتقل النادي الزمالك وأيضاً أسامة إبراهيم ولكن لسه موضوع أسامة إبراهيم برضو زي ما قلتلكم كابتن علاء عبدالعال مدير الفان النادي أمبي عايز أسامة إبراهيم السنة الجاية مع نادي أمبي الزمالك بيختر علي فتحي وشوء السعيد وصلاح ريكو أن هم يتواجدوا في تدريبات نادي الزمالك بكرة الزمالك بيبلغ صلاح ريكو شوء السعيد علي فتحي الزهير الأيصر أن هم يبدأوا تدريباتهم مع نادي الزمالك من بكرة عشان يعني فيه كلام أن القيد المحلي حيتفتح بدري تحت الكرة حيفتح القيد المحلي من 26 أو 27 عشان يقدر الزمالك والأهلي يأيدوا اللعيبة بتوحهم في قيمة أفريقيا حيفتحوا لهم القيد يبقى فيه قيد استثنائي أو فتح القيد بشكل استثنائي للأهلي والزمالك عشان لعبت الزمالك والأهلي أو نادي الزمالك والأهلي يقدروا يأيدوا اللعيبة في القيمة الأفريقية الأهلي عايز يأيد مروان محصن مهاجم النادي الإسماعيل اللي خلاص انتقل للنادي الأهلي وبرضو الزمالك عايز يأيد الصفقات الجديدة عشان يلحقوا الماتشات اللي جاية فيه بطولة أفريقيا ولكن ما أعتقدش أنه ممكن يلحقوا الماتش بتاع الوداد الأهلي وماتش الزمالك وسانداون الزمالج برضو عايز محمد مجد فاكرين من شهرين كده قلتلكو ان الزمالج بيفكر في محمد مجد مدافع النادي المصري محمد مجد مساج كويس وظهر بشكل كويس مع المصري السنادي في بطولة الدولة وانضم المنتخب مصري مستر كوبر خذه ويعني الزمالج عايز محمد مجد ولكن طبعا مش عايز يتخطى النادي المصري فبيشوف رأي محمد مجد الأول وبعدين يتفاوض مع النادي المصري الإسماعيلي بعد خطاب رسمي للنادي الزمالك بيعتذر فيه عن بيع محمد فتح للزمالك محمد فتح الهفد فندر بتاع النادي الإسماعيلي الزمالك كان عايزه وتكلم مع إدارة النادي الإسماعيلي ولكن الإسماعيلي بعد خطاب رسمي للنادي الزمالك بيعتذر فيه عن عدم بيع محمد فتحي والخطاب معنا يا جماعة توني لو تجيب لنا الخطاب بعد إذنكم ده خطاب من النادي الإسماعيلي ومكتوبة هو السيد المستشار المرتبط منصور اسم مجلس دارتنا للزمالك تحية طيبة وبعد الاعتزار عن بيع اللاعب الموضوع يعني الاعتزار عن بيع اللاعب محمد فتحي للزمالك والإسماعيلي متمسج بمحمد فتحي وهو لعيب فعلا كويس وهيكمل مع النادي الإسماعيلي في الموسم القادم الزمالك بينهي أزمة تقصيد صفقة ريكو مع الشرطة كان الزمالك عايز يقصد 3 مليون جنيه مع اتحاد الشرطة عشان يعني يدفع فلوس صلاح ريكو بالقسط ولكن كان نادي اتحاد الشرطة عايز الفلوس كاش فالزمالك اتفق أنه يدفع 3 مليون على مرتين المرة الأولى 2 مليون والمرة التانية أو القسط التاني يبقى مليون في وقت قدام شوي لكن خلاص موضوع برضو صلاح ريكو بيخلص مع الزمالك وانتهى والزمالك اشترق صلاح ريكو من نادي اتحاد الشرطة ولكن لسه طريقة الدافع هم اتفقوا أن الزمالك يدفع الصفقة على مرتين على مرحلتين أو على قسط التاني نهاردة طبعا محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك عمل عملية جراحية كسر في الشازية وزي ما قلت لكم إصابة يعني زعالتنا كلنا مبارح وإحنا بنتفرج على المباراة محمد إبراهيم ما شاء الله الفترة اللي فاتت رجع لمستوى وعمل شغل كويس دي طبعا دكتور أحمد عبدالعزيز اللابس أخضر من أكبر أخصائيين الجراحة والجراحين في العالم مش في مصر أنا شخصيا عامل معا ثلاثة عمليات منهم اتنين رباط صليبي واحدة كده كنت بشيل المصمار بتاع الرباط الصليبي فدكتور رائع دكتور أحمد عبدالعزيز ويعني يعتبر من أفضل ثلاثة كترة جراحين في العالم مش في مصر بس يعني إن شاء الله محمد إبراهيم يقوم بالسلامة هنا كابتن محمد حلمي طبعا زار محمد إبراهيم في المستشفى وإحنا بنقول له ألف سلامة يا محمد وإن شاء الله تقوم بالسلامة والإصابة دي بتطول شوي يعني دي أثناء العملية الجراحية الإصابة دي هتوعد من حوالي من ثلاث إلى خمس شهور عشان محمد إبراهيم يرجع إلى مستوى والنحية البدنية والنحية الفنية وبرضو الإصابة دي بيقعد في الجبس حوالي شهر ونص شهرين وبعدين بيبدأ يعمل مرحلة علاج طبيعي يعني قصة كده شوية ولكن ده يعني ربنا مقدر كده محمد زي ما قلت لكم مستوى كان رائع ومع الماتشاط الفترة اللي فات كان هو من أفضل اللي عيبتنا للزمالك ولكن ربنا ده قدر ربنا وربنا عايز كده فإن شاء الله يطلع من الإصابة دي ويقوم بالسلامة ويرجع تاني إلى نادي الزمالك وإلى تقلقه مع نادي الزمالك والزمالك كمان يعني بيفاضل ما بين قطر وألمانيا عشان يأهل محمد إبراهيم بعد الجراح يعني تعرفين فيه أكاديمية سباير في قطر أكاديمية رائعة جدا لتأهيل المصابين فالزمالك بيفاضل هل يودي ألمانيا ولا قطر بعد ما يفك الجبس أو بعد ما عمل العملية النهاردة عشان يعمل تأهيل للعب كان طبعا لعبت الزمالك كلها النهاردة زاروا وجهاز الفني زاروا محمد إبراهيم فيه المستشفى كابتن حمد حلمي أحمد يودار حمد طلبة شيكبالة مصطفى فتح طريق حامد علي جبر حمد عاد الجمعة كابتن محمد صلاح دكتور عمر مطراوي أخي الصائد تأهيل في الزمالك خالد رفعة مديري التسويق أحمد مرتضى منصور حزم إمام الكبير عضو مجلس دارة نالي الزمالك السابق وكابتن محمودة برجيلا يعني كل طريق حامد بس مرسي إبراهيم عبدالخي طبعا يعني كمان محمد من اللعيبة المحترمة الناس كلها بتحبها فربنا يقوموا بالسلام إن شاء الله وأكيد جمهير الزمالك كلها بتتمنالوا الشفاء في الفترة القادمة كهربا حيسافر بكرة إلى السعودية عشان يبدأ فترة بقى إعارته مع نادي الاتحاد جدة وبرضو يخلص بعض الإجراءات هناك والزمالك لسه ما بعتش البطاقة الدولية انتظارا إلى الفلوس مليون ومئتين ألف دولار المفروض فريق اتحاد جدة أو نادي اتحاد جدة حيحولهم لنادي الزمالك والزمالك بعد كده يبعت البطاقة الدولية وكهربا يلعب لمدة موسم هناك في السعودية ومبارح كان فيه يفطة كده جماهير الزمالك كانت حطاها في ملعب بيترو سبورت في المباراة مباراة سانداونز انهم هتوحشنا يا كهربا برضو الزمالك بيحاول يخلص التلات لعيبة بتوع المقص دونجا الهاف ديفندر ومحمد مسعد اللي هو كان بيلعب في المصر السنة على قوة المقصة ولكن كان رايح إعارة المصري فالزمالك عايزه عايز محمد مسعد وعايز دونجا اللاعب الوسط المدافع وعايز فتحي حسني اللي هو أو حسني فتحي اللي هو الزهير الأيمن أو الأيصر لفريق مصر المقصة والكلام اللي هم يعني اتكلموا مع مصر المقصة على 9 مليون جنيه بالنسبة للتلات لعيب لكن لسه برضو الموضوع مخلص بشكل نهائي لكن دونجا قريب جدا من ارتداء تيشيرت نادي الزمالك واللعب مصمم على يعني الانتقال لنادي الزمالك ومصر المقصة برضو عامين حاجة كويس يعني بيسيبوا اللعيب يختار طريقه أو يختار النادي اللي هو عايز حابب ان هو يلعب فيه زي مثلا ميدو جابر ميدو جابر قال لك انا عايز العب في الأهل فإدارة المقصة قتل الزمالك مش هقدر اودي الزمالك انه مش هاخده غصبا عنه ففي مفاوضات ما بين الأهل ومصر المقصة ومبارح كان معنا الوكيل ميدو جابر وقال لي هي بس قصة مادية والأهل عايز ياخده بستة مليون والمقصة عايز تمانية مليون لكن خلاص هو يعني في طريقه إلى النادي الأهل ميدو جابر بالنسبة للزمالك دونجا نفس القصة دونجا عايز يلعب في الزمالك والزمالك عارض تسعة مليون او اتفقوا مع مقصة على تسعة مليون جنيه عشان يضموا دونجا الهفض فيندر وحسني فتحي ومحمد مصعد محمد مصعد برضو من اللعيبة المميزة جدا فكده الزمالك نقدر نقول صلاح ريكو شوق السعيد صلاح ريكو شوق السعيد علي فتحي وبيتكلم في محمد ناصف وقسامة إبراهيم بتوع أمبي وبيتكلم في دونجا ومحمد مصعد وحسني فتحي الظهير بالنسبة للنادي مصر المقصة دي اللعيبة اللي الزمالك بيتفاوضهم وفي بعض الحاجات خلاص خلصت بشكل نهائي والحاجات التانية اللي أنا قلتها من شوية بالنسبة للصفقات الجديدة بالنسبة لنادي الزمالك اللي ما تمشي الإعلان عنها بشكل رسمي لكن في طريقها خلاص للانضمام لنادي الزمالك زي السناء بتوع أمبي ولكن السناء بتوع أمبي فيه بس مشكلة كابتن علاء عبدالعال زي ما قلتلكم عايز أسامة إبراهيم الباكرايد ولسه برضو الزمالك بتفاوض مع مصر المقصة وحدده 9 مليون جنيه لدونجا والسعد حسني والمحمد مصر دول اللاعبين للزمالك وطبعا الزمالك برضو عايز يشتري مهاجم أفريقي ولكن بيفاضل ما بين أسماء كتيرة بالنسبة للمهاجم الأفريقي لنادي الزمالك في الفترة القادمة اشتركوا في القناة